اشتركوا في القناة لأنها أكثر العبادات ذكرى لله من أول ما تقول الله أكبر إلينا تسلم كلها مشحونة معباه بالذكر الله يقول وأقم الصلاة لذكر عشان تذكرني ليش عظمة الصلاة لأن فيها ذكر لأنها أكثر العبادات ذكرى لله فكانت عظيمة اليوم يا أخواني الناس الناس يعني وصلنا المرحلة وممكن تتفقوا مع بعض الشيء هذا الناس ما يذكرون الله الناس ما يذكرون الله أنت تسأل نفسك المتزوج منه يسأل زوجته الأخو يسأل أخوه الصديق يسأل صديقه يسأل البعض بالاستراحات يقول لك والله هنما نذكر الله ليه؟ ما يعرفون القيمة لهذا الذكر من قيمة الذكر يا أخواني وهذا شيء ما ينتبه له كثير من الناس من قيمة الذكر من ما يبين قيمة الذكر أنك إذا ذكرت الله اضبطت الصلاة الخمس ركزوا معي ترى هذا كلام ثمين يمكن ما تسمعونه بمكان ثاني إذا أكثرت من ذكر الله اضبطت الصلاة الخمس إذا أكثرت من ذكر الله صار عندك نشاط على قيام الليل إذا أكثرت من ذكر الله نشط على قراءة القرآن إذا أكثرت من ذكر الله العين غضت عن محارم الله إذا أكثرت من ذكر الله اللسان توقف عن الغيبة إذا أكثرت من ذكر الله الأغاني انتهت من حياتك واضح ذكر الله يرتب لك كل الإبادات البعض ما يمكن أصلاً تؤدي إبادة بغير ذكر الله اشتركوا في القناة